السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 30 آب أغسطس طبعا بما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية الساعة 5 و 8 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينتش من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى تمام الساعة 3 و 48 دقيقة من صباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 58 و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما أنه موجود في برج السرطان يعني بظل إلا غاية ساعة العصر بنظل بهذا الوقت بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول قلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا ومن ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن يكون عندنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء التذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي الشهية مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها ويمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 23.24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث على فن واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية اللي تتعلق بالفن سوشال ميديا مسرح تمثيل وروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 23.24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 5.8 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيج هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5.8 دقائق بعد العصر القمر خلاص بانتقل ويستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات ما بعد العصر الناس من حولنا في هذا الوقت بصيروا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثلاثة عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومدتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نغطرلها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا عندنا الجهاز اللينفاوي وعدم الصدر هاي العضاء طبعا أكثر حساسية لساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر بصر عندنا القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم وعدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشاكل برضو عملية تكميم المعدة لغاية ساعات العصر لغاية ساعات العصر ما بنصح فيها بعد ساعات العصر ما في أي مشكلة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الأثنين يبدأ ساعة 12 و 25 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الأثنين ورح يستمر خلو المسار حتى تمام الساعة 3 و 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال طبعا اليوم عمره 26 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرها حتى يوم 22 تسعة منتحس بنسبة 15% القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد ورح يظل موجود في الأسد ليوم 2 تسعة سعيد الآن بنسبة 70% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في الأسد حتى يوم 9 تسعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزة حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 بعدها بدي يتراجع طبعا للجدي ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الان وحتى ساعات العصر تنهمكم في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم مش انه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على اي شخص بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا باس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة صحيح لاجواء ضاغطة وفي مسؤوليات كبيرة وممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل وفي مصاريف منزلية اما من ساعات ما بعد العصر ابتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الان وحتى ساعات العصر بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا طاقة فكرية وجسدية كبيرة دافعوا عن مبادئكم ولكن بليونه ودبلوماسية انتبه ايضا لكلامك ويحفظ خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء او اجتماع او عمل مفيد او تتخذ خلال هذا اليوم بعض القرارات المهمة ولكن مش بفترة خلو المسار اما من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا في فرصة لمكسب مالي بتيجي من عمل اضافي من الان وحتى ساعات العصر ومنكم اشخاص ممكن يسترد اموال بتعود له او يحصل عهدية او جائزة او دعم مالي ولكن بتكون تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وممكن تنشط بالرحلات او الاتصالات او تتجرأ في النقاش فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك فعشان هيك مارس بالتالي صلاحياتك اما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا انتم مشحون بالنشاط والحيوية وقادر على انجاز الكثير من مشاغلكم من الان وحتى ساعات العصر اهمش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم وممكن تحقق انتصار او تظهر بعض المزايا الرائعة اللي تلفت انظار الجميع لا اليك فترة ايجابية حاول انك تستغلها وطبعا وجود الشمس راح تسلط الادواء على الدعم الخارجي وربما على اهتمامات مالية وقروض وديون او صفحة او قرار جديد اما من ساعات ما بعد العصر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا بظل التعبم سيطر عليكم حتى ساعات العصر حاولوا انكوا تعملوا بشكل روتيني وانجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة وما تنتظر جواب لانه الظروف فارغة بتهدأ الاجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود وما تستعجي الامر عشان ما تخيب امالك وحاذر من التراجع الصحوي مع اقتراب ساعات ما بعد العصر بتمتلقوا بعدها نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة من الان وحتى ساعات العصر ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد اي شخص صحيح انه في فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم ولكن حاول انك تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات العصر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم لانت بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا ويلعب دور بناء في محيطك من ساعات ما بعد العصر القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقده لا تحسموا امر لانها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الان وحتى ساعات العصر وبوسعكم اثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم وتعتبر هاي الساعات فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بيحملك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من انواع القلق او عبء بيتعلق بالمنزل او باحد افراد العائلة اهم مش انك ما تجازف باستقرارك المعنوي او الشخصي وهدئ من روحك انطلاقه بالثير التوتر والخلافات اما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بين الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة من الان وحتى ساعات العصر كونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر التعب والوعكات الصحية اما من ساعات العصر وما بعد بتحفظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الاجواء برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس تنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات اللي انه في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض سارعوا لتصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين ولا تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الاحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الامر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز احد اما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي فينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة من الان وحتى ساعات العصر ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء بالعمل او العاطفة وهي فترة متوترة ممكن تتورط في ازمي ما ممكن تضطر للابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات او تغير شيء او نمط معين اهم اشي انك ما توجه اي انتقاد لاي شخص اما من ساعات ما بعد العصر بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور الثانوية برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم من الان وحتى ساعات العصر حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زميل او مع رئيسكم بالعمل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن نتحضر لورشة عمل او تهتم بوضع صحي وهذا الامر رح يضل مستمر لغاية ساعات العصر وبتكثر المسؤوليات والالتزامات على انواعها كن حريص على عملك وباكر اليه اما من ساعات الصباح بترغبوا في تعزي شراكاتكم كنوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما الضخم الامور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم من الان وحتى ساعات العصر حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفلوا بانجاز او انتصار او تنمو بعض العلاقات وتزدهر وهي فترة مثمرة وكثيرة الانشغالات والتحركات لكنها فترة فيها حضوض ونجاح وتقدم لازم تستغلها من ساعات ما بعد العصر انتبهوا لصحتكم اكثر يبدأ العمل بالتراكم اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء